في التعاون وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى واشنطن بتكليف من رئيس الجمهورية التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مع مسؤولين رفعية المستوى بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وبوزارة الخارجية الأمريكية على غرار لقائه مع منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بيرت ماكورك ولقاء مساعد كاتب الدولة ديريك تشولي الذي يتأهب لشغل منصب نائب كاتب الدفاع وقد أكد في هذه اللقاءات على قوة الشراكة التي تجمع الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية مبرزة تطلع الطرفين واستعدادهما للعمل على تعزيزها أكثر في سياق الاستحقاقات الثنائية المقبلة السياسية منها والاقتصادية